اهلا بكم اعزائي طلب وطلبات التعليم الفندوقي في حلقة جديدة من حلقة التعليم الفني النهاردة درسنا هنتكلم مع بعض يختص طلبة الصف الاول الفندوقي طبعا دي شعبة عامة بيدرس فيها المواد الفندوقية الخمى الخمس مواد صناعة صناعة فندوقية فن طه اشراف فن خدمة كل الكلام ده هو منوت بيه ادريسه كله لحد ما يتشعب في السنة الثانية او الصف الثاني الفندوقي طبعا انت النهاردة معانا مادة جميلة جدا اسمها فن الطهي الفندوقي واول درس النهاردة بنتكلم عن بداية خدمة الاخذية ومشروبات في الفنادي او المطاعم في العصور القديمة طبعا ده درس لذيذ جدا وشايك انت كل انت المفروض تعرفه بداية التواريخ دي كانت امتى والناس كانت شغالة ازاي على النظام ده زمان طبعا في بداية التركيبة بتاعة الفنادي او المطاعم ما كانش فيه حاجة اسمها فندوق او مطعم كان فيه حاجة اسمها ضيافة للمغتربين بمعنى ان احنا الاول كان بيجي الضيف من بلد غريبة او بحاجة وكان ساعتها وسائل النقل اللي هي الخيل والحصنة والجمال كل الكلام ده كان هو وسيلة النقل ايام زمان فكان بيعد من بلد لبلد كان بغرض التجارة او بغرض مصلحة ما فكان بيضطر انه هو يريح في اي مكان بيستنى لحد ما يروح عند اقرب بيت او سكن ويخبط عليهم يقولهم انا عايز ابيت الليلة دي عندكو فالوسيلة الوحيدة كانوا بيطلعوا له حاجة عشان ينام عليها بره المكان او لو في مكان بيضيفوه فيه كانوا بيضيفوه فيه وبيطلعوا له الاكل بتاعه وبيسيبوه لحد الصبح مثلا وهو بيشوف الحاجة بتاعته الخيل بتاعه بيركبه وبيسافر بيكمل بيت الريحلة بتاعته لكن ما كانش فيه حتة انه هو ياخد اولاده او ياخد الزوجة ويعمل سياحة او يعمل شوبينج زي الاول ليه لان الطرق كلها ما كانش مؤمنة وما كانش فيه وسيلة لنتنقل امنة تمام كل الكلام ده ما كانش يساعد على ايه ان الحد ياخد اولاده او ياخد اسرته معاه في طريقة امنة ويزي اعمل بيهم سياحة ويتفرج على الاسور في اي مكان او يشتري بعض الحاجات من الاسواء التجارية كل الكلام ده كان غير امن ايام زمان لكن لما الموضوع تطور شوية وبقى فيه ناس تاخد الفيلة بتاعتهم تحولها الاسور او الاسور تحولها لفنادي او مطاعم تجارية ابتدى الموضوع فيه حتة امان شوية وابتدت كل دولة تعمل حدود لها وامن خارجي وامن داخلي ويتحدد موضوع الشرطة وموضوع الجيش بيمسكوا البلد ويزمام البلد في كل دول العالم اصبح الموضوع بقى امن شوية وابتدت الناس واحدة واحدة بياخد زميله معاه يتطم من الاول بعد كده بيروح ياخد مراته اولاده بعد كده بيلاقي فندق يستضيفه وفيه فنادي على الطرق السريعة كمان لو هو حاب ان هو يسافر بالعربية بتاعته او يسافر بالدراجة الرياب بتاعته او حاجة بقى فيه فنادي على الطرق تمام تستقبله وفي كل امان ويحافظه على حاجة بتاعته لحد الصبح وفيه باركينج يحافظ على عربيته الكلام ده الاول ما كانش متاح وما كانش موجود فهنشرح مع بعض الدروس المقررة عينة في الترم الاول نبتدي اول حاجة ببداية اول درس هو انتاج وخدمة الاخذية في الفنادي والمطاعم التجارية طبعا زي ما احنا قلنا الموضوع الاول كان غير امن وغير مؤمن من الشرطة او الجيش لان كان قديما الموضوع ده كان غير متيسر فاصبح تطور وبقى فيه ايه خامات كويسة اتنين دور المطبخ الحديث في الفنادي الكبرى والمطاعم التجارية وتصميمه طبعا احنا هنا بنتكلم عن المطبخ الحديث المطبخ قديما كان بيشتغل بحاجة اسمها كابتن اوردر يعني الويتر او كابتن او الميتر التيل بيوقف على الترابيزة ويبتدي ان هو يمسك ورقة وقلم او يمسك الدفتر بتاع الكابتن اوردر ويبتدي يسجل فيه المشروبات والمأكلات اللي انت بتحتاجها منه على ايه الترابيزة وبياخد الكابتن اوردر ده بيبقى من ثلاث نسخ بياخد نسخة بيوديها للمطبخ نسخة بيوديها للكشير ونسخة بيحتفظ بيها النادل اللي هو الناده اللي هو بينده على المأكلات في الشيف عشان يتابع الوردر بتاعه خلص ولا لأ بيوصله للكابتن او الميتر عشان ينزله على الترابيزة فاصبح نحن عندنا ايه تلات نسخ نسخة المطبخ نسخة الكشير عشان يحاسب بيها الكشير ده اللي هو المحاسل بيعمل الفاتورة اللي انا بحاسب بيها العميل اخر الترابيزة بتاعته ونسخة تانية بتفضل مع الويتر اللي هو بيجهز الاباء عشان يديها للمقدم الترابات ينزلها على الترابيزة اصبح عندنا عندنا تلات نسخة بنيجي اخر يوم طبعا النسخة اللي بتخش للشيف دي بيبتدي يحضر الوردر بتاعه في خلال عشر دقائية او ربع ساعة بعد كده بيلم الوردرات دي على مدار اليوم وبيجي اخر يوم يعمل حاجة اسمها تفقيطة بيفقط الكلام ده كله في ورقة خارجية عشان يعرف هو بيع كام اردر لحمة كام اردر فراخ كام اردر سمك مانوال كده بالقلم والاية والورقة البيضة وبيبتدي ان هو يفقطهم يجمعهم في الاخر 35 اردر لحمة 45 اردر سمك 35 اردر فراخ تمام الخضروات كذا الشرق كذا يبتدي ان هو يعمل جرد مانوال يعني بالورقة والألم طيب يبقى احنا كده لحد ما اخدنا الوردر ورصدنا الحاجات بتاعتنا الجرد بتاعنا كان كله مانوال طيب نخش بقى على التحوليات في المطبخ والمطعم لو حد من المطعم او البار احتاج بعض الدرينكات من المخازن بيروح للمعايس المغزن وبيجيب له حاجة اسمها اذن تحويل ورقي اذن تحويل ورقي عشان ياخد منه كمية من البضاعة تمام ويحطها عنده في الباركاستوك يشتغل بها على مدار اليوم او مدار الاسبوع طيب يبقى احنا هنا عندنا ايه الوردر ورقي نفس النظام بالنسبة لقسم المطبخ عندنا برضو بيستخدم الحاجات بتاعته كلها التحويلات كلها عبارة عن اذن استلام وازن تحويل ورقي فهنا المطبخ القديم كان بيلاقي شوية مشاكل ان هو ما بيعرفش يلاقي الورق ده وساعات بعض المطابخ بيتضيع الورق لانه فيش تركيز لكن المطبخ الحديث اللي حبنتكلم فيه اللي هو شغال بنزام الشيف ديمو شغال بنزام اللويتر بيبقى معاه زي تابلت صغير كده اول ما بيقف على الترابيزة بيسجل أوردر بتاعه على التابلت بيظهر قدام الشيف العمومي او الشيف اللي هو شغال بيعد للباق عنده على شاشة كبيرة في المطبخ بيبتد ان هو يبص على الشاشة بيبتد ان هو يحضر الأوردر هو والاستوف اللي معاه ونفس النظام بالنسبة للبار عندنا في المطعم لو اضطرب أوردر درينك او حاجة بيطلب الأوردر ده على التابلت اللي هو معاه في ايده فبيظهر ايه الالكتروني على الشاشة دي فبياخد الطايم بتاعه والشي بيبقى عارف الحاجة بتاعته حتى النادي اللي هو في النص بين المطبخ وبين المطعم اللي هو حتة اسمها الباك إيريا او الكونتر اللي هو يجهز فيها للباق عشان يسلمها للويتر بيبقى عنده نسخة على الشاشة عشان يبقى عارف الأوردرات اللي طالع ايه التراويزة واحد او اثنين او ثلاثة ويبتدى ان هو يسلمها للويتر اللي هو مختص بالتراويزة مثلا أربع اللي هينزل عليها الأوردرات حتى لو في عندي جرد آخر اليوم او آخر اسبوع او جرد شهري ببتدى ان انا أخش على السيستيم بعمل حصر للمأكلات والمشروبات اللي عندي سهل جدا بيبني كل حاجة على السيستيم من خلال الكسلية بتاعت السيستيم اللي هي الشيف ديمو طبعا البرنامج دا او السيستيم دا عامل زي بعض السوبر ماركت او الماس ماركت الحاجات الكبيرة جدا اللي هي موجودة عندنا ان احنا بنخش نشتري حاجة فبيمر الحاجة دي على مكانة فبتديرو بار كود بالسعر ايه بتاعه نفس النظام السيستيم اللي احنا شغانين به في الفناديق او المطاعم احنا بنعمل أوردر وبيجي بعد كده الشيف او الكوشير بيعمل الشيك بتاعه بيظهر الأوردر بتاعه على التربية الفنانية اذا خد ماكولات او مشروبات او اي حاجة بتضاف له ايه اوتوماتيك على ايه الأوردر دا وبيرصده له على طول بيطرع له الشيك جاهز اصبح عندنا كل حاجة في نوميكانة في المطبخ الحديث وسهلة جدا لو حبيت اعمل جرد على المطبخ او على البار او اي اغزية ومشروبات ما بيخدش مني اكتر من عشر دا ان انا طلع الورقة من البرينتر وتبقى جاهزة فيها الأرصده كلها بخلي بس الشيف اللي عندي بيمسك ورقة بيضه وبيبتدي يجرد هو مانيول عشان نقارن من الورقة اللي طلع من السيستم والورقة اللي طلع من ايده عشان يعرف ان اذا كان فيه شورت او اوفر طبعا في تلك الحالتين شورت او اوفر كده في مشكلة عندي في المطبخ او في المطعم لو عندي اوفر او شورت شورت لو يبقى معنى كده ان في حاجة وقعت او حاجة تخدرت او حاجة او صنف بوز اثناء الطبيق او فيه اختلاص طبعا ده لأو شورت لو اوفر يبقى برضه نفس النظام حد ما حاول ان هو يختلص حاجة فماش مسموح ان احنا نعمل حاجة اوفر او حاجة شورت لازمن العدد يبقى زي العسستم بالزبط تمام ما يقلش عنه حاجة طبعا في حالة وجود تهدير او تلاف اي منتج احنا بنعمل حاجة اسمها محضر اعدام ومضى عليه الشيف العمومي بيبقى رسمي وهو بيشوفه بعنيه ويبتدي ان هو يمدي بتاريخ باليوم بالشهر اللي احنا فيه بالساعة وفي شفتي مين ومين اللي جابهولي عشان يبقى ايه حاجة مكننة ومعروفة مين الاتلفة تمام ده بالنسبة للمطبخ الحديث نخش بعد كده على عنوان اللي بعديه الهيكل التنظيم للمطبخ الرئيسي والمطابخ الفراعية في الفنادق والمطاعم الحديثة ودور العاملين طبعا احنا عندنا هنا في كل قسم عندنا السخن والبارد والحلو والبوتشر هو الجزار وعندنا بعض الاقسام اللي هي بتجهز الخضروات واللحوم والاسماك اللي هو قسم الاستلام طبعا ده مهم جدا ان هو بيستلم الحاجة وبيشيك عليها من خلال البتش اللي موجود على الورق نفسه اسم المنتج اسم الشركة البلد المصنعة تمام يعمل كمان حاجة اسمها اختبار حسي بعد كده ياخد الحاجة دي بيضطر ان هو يغسلها كلها ويجففها بعد كده يحفظها في التلاجات سواء خضر او لحوم ويبتدي ان هو يحفظها في التلاجات تمام بعد كده نتكلم على رقم اربعة قسم الستيورد طبعا احنا عندنا قسم الستيورد ده قسم كبير جدا فيه منه شيف اول حاجة فيه شيف الستيورد طبعا شيف الستيورد ده بيبقى تحتيه اسطف كامل مسؤول عن نظافة وترتيب وتجهيز المعدات والادوات داخل قسم المطبخ بمعنى ان هو بينظف المكان مش الشيف العمومي الناس اللي تحتيه بتنظف المكان وبتاخد بالها من الدورة التنظيمية لتنظيف المكان فيه مكان كبير جدا وبتنظفش غير كل اسبوع مرة او كل شهر مرة زي العجانات الكبيرة تمام وتحت الاستندات والسراميك نفسه والشفطات الموجودة كل الكلام ده مسؤول مسؤولية كاملة من قسم الستيورد بالاضافة الى بعض التجهيزات اللي هي التقطيعات اللي هي منعدها قبل بداية التشغيل بتاع المطبخ عشان الشيف لما ييجي اشتغل ما يقفش على صنف او صنفين او ثلاثة فلازم نجهزه الحاجة قبليها قبل موضوع الشغل او الريشتاين بتاع المكان طيب العنوان اللي بعديه اقسام المطبخ وحجراته طبعا احنا عندنا اقسام المطبخ وحجراته احنا قلنا فيه السخت فيه البارد فيه الحلو فيه الجارد منجي فيه السلسيري فيه البوتشر اللي هو الجزار دي اقسام المطبخ فيه ستة قسم الاسماك طبعا قسم الاسماك هنا من اقسام شيكة جدا والخطيرة في نفس الوقت لكن لانها لازمة نستلم الاسماك دي مجمدة وبعضها بقى فرش ففيه الفرش ليه اسلوب وطريقة لاستلامه اللي هو احنا بندله شاطفة بسيطة تمام وبننظفه كويس منطلن ان احنا نجففه عشان التخزين لو احنا نخزنه او لو هنشتغل به على طول بنسلمه للشيف بعد تنظيفه وبشتغل به لكن الاسماك المجمدة احنا لابنجيش جنبها نهائيا غير ان احنا بنشيك على تاريخ الصراحية والمنتج والبلد المصنعة ليه وبعد كده بنحفظها في مكان التجميد بتاعها ده حاجات مهمة جدا ان احنا اخذ بالنا منها والاسماك بالذات ليها استلام معين واختبار حسي لازم ان تحط ايديك على السمك نفسها وتعرف اذا كانت فيرشة ولأ وبص على الخياشين بتاعيسها اذا كانت حمرة او حمرة مهدنة تبقى كده سمك بيتها او حاجة فلازم ان اخذ برنامي الاخبار الحسي ده ونعمله في اللحوم والاسماك كويس بعد كده عنوان البعديه اهم التجهيزات والمعدات في المطبخ طبعا احنا عندنا فيه اجهزة كتير جدا زي السلماندر زي الافران زي الشويات كل الكلام ده احنا هنذكره في الدرس بتاعنا تمانية المواقد اللي هي المشاعل تسعة اواني الطاه اللي هي اللي هي الاواني او الحلال اللي احنا بنطبخ فيها بعد كده عشرة انتاج الاغذية في المنشآت الغير هادفة للربح طب يعني ايه الهادفة لغير الربح او من غير الربح او ما بتحقق ليش فلوس كويس دلوقتي احنا عندنا فيه المعاهد وفيه الكليات وفيه المستشفيات وفيه السجون طبعا كل الحاجات انا قلت عليها دي او مدارس محدش من الطلبة او من الناس اللي في المستشفيات بيدفع فلوس الوجبة كده كده متضافة على سعر الشيك بتاعه اللي هو قاعد به سواء في الجامعة او في الكلية او في المدرسة او في المستشفى او في السجن هو ليه وجبة يومية سواء في طار وغدا وعشة او في طار وغدا بس تمام هي المكان متكلف بيها فدي غير هادفة للربح لكن الهادف للربح هو المكان او المطعم اللي احنا بنقعد فيه وبنحاسف فيه على الفطورة بعد ما بنقوم ده اسمه هادف للربح زي الفندق المطعم المطاعم التقليدية كل دي اسمها مطاعم هادفة للربح لكن غير هادف للربح اللي هو زي المستشفيات والسجون والمعاهد والكليات تمام يبقى احنا كده عرفنا ايه الفرق بين الهادفة للربح وغير هادفة للربح طيب العنوان اللي بعدين هنبتدي الدرس بتاعنا انتاج وخدمة الاغذية في الفنادق والمطاعم طبعا ده شكل شكل المطبخ بتاعنا لو هنركز شوية هنلاقي عندنا الافران البتجازات الغليات وفيه على الشمال قسم اسمه الميزن بلاس لو هنلاحظ كده فيه شوية جلاصات او اكواب محطوطة او معدة دي كلها بتبقى عند الشيف عشان لما يبدأ تشغيل ما يبتديش ان هو يوقف على طبق او صنفه معين ان هو يغربه فيه وما لاقيش الطبق بتاعه لو هنلاحظ فوق الجزء ده على الشمال كده فيه شاشة بتبين الاردرات اللي احنا قلنا عليها دي اسمها ايه شاشة الشيف ديمو او سيستيم ديمو اللي هو شغال في المطابق حاليا الحديثة تمام بعد كده هنتكلم عن بداية خدمة الاغذية ومشروبات في الفنادي هنبتدي نتكلم انقول اصبحت اكبر صناعة الاغذية ومشروبات في عام الف تسعمائة خمسة وثلاثين وحققت حققت عام الف تسعمائة واحد وخمسين مبلغ واحد وسبعة بليون دولار يبقى احنا عندنا هنا عام الف تسعمائة واحد وخمسين حققت واحد وسبعة بليون دولار ايه تحقيق ربح فبتدت الناس تنهال على موضوع انشاء الفنادي والمطاعم لان حست ان هي فيها ربح كويس جدا وفيها تشغيل عمالة كويس جدا ومراها ارباح يقدروا يحققوها ويبتدوا يصنعوا سلسلة من الفنادي او سلسلة من المطاعم في كل الوطن بتاعهم وجميع عن حق العالم زي ما احنا شفنا في بعض الفنادي عندنا في مصر هنا اكتر من قسم تلاقيه منتشر في عندنا منطقة زي التحرير وفي الاهرامات وفي الجيزة هتلاقي سلسلة من الفنادي وسلسلة من المطاعم طبعا كلنا بننشد اليها لان هي زاد اسم معين او اسم عالمي مشهور جدا تمام دي انتشرت من خلال ان الناس انتبهت ان في نشاط قوي جدا في انشاء الفنادي والمطاعم وربح جاي من ورا الكلام ده كويس جدا فبتدت ان هي تنهال وتجري عليها عشان تبتدت تصنع الفنادي ويبقى عندها نسبة تشغيل وبعد كده بدأنا في الموضوع ان احنا ندرس موضوع الفنادي ونخليه ممنهج عشان الناس تبقى عندها سينس وهي بتعامل العملاء وتعرف تتعامل معهم ازاي وفن البروتوكول ويقدر ان هو يصنع طبق ويقدمه بشكل شيك جدا وباسلوب لائف جدا عشان الناس الاول ما كانش عندها شهادة ولا مؤهلة ولا عندها بعض اللغات ولا بعض الخبرات فكانت سعابة تقع في مشاكل مع العملاء وبتضيقهم اثناء التشغيل تمام نيجي بعد كده لان البعدي ثم اصبحت من اكبر التجارات وحقاكت تمانية بليون دولار ارباح عام 1958 يبقى احنا عندنا عام 1951 حققت تمانية بليون دولار حققت كام تمانية بليون دولار نبكز مع التواريخ بتاعتنا والفلوس اللي هي حققتها السياحة عشان دي احنا مطالبين بها في الامتحان بتاع نص السنة اتنين هنتكلم عن انواع عاملات التغذية المختلفة ايه انواع عاملات التغذية المختلفة اول حاجة عاملات التغذية التجارية طبعا احنا عندنا بانواع عاملات التغذية التجارية دي في بعض المطاعم بتبقى خمس نجوم وبعض المطاعم بتبقى فاست فود الخمس نجوم اللي هي بيتم فيها خدمة الأغذية والمشروبات تمام من أول المشروبات اللي هي الغير كحولية والمشروبات الكحولية وبعد كده منخش على المأكلات بيبقى فيها من أول الشرب والسلطات والأبيتايزر فاتح الشهية وفيها السخن كله وفيها الحلو وفيها البارد تمام لكن المطاعم الفاست فود اللي هي مش خمس نجوم بيبقى فيها حاجة واحدة بس سواء تشيكين كريسبي أو بعض السندويتش هالهنبورجر اللي هي السريعة طبعا السندويتش اللي هي تعدى سعره ستين أو سبعين جنيه أو مية جنيه ونفس النظام برضو لو حاجة كريسبي الأسعار برضو متفوتة بين مية وخمسين ومتين جنيه بالنسبة للدجاجة أو تشيكين كريسبي لكن في المطعم الخمس نجوم ده الترجيب بتاعنا وده الشغل بتاعنا اللي احنا وفروض نشتغل عليه اللي هو بندرسيه أنواع التقطاعات وأنواع التجهيزات وأنواع الصلصات وأنواع العجاين كلها لازم أن نعرف يعني إيه مطبخ خمس نجوم أو مطعم خمس نجوم عشان نطلع شيف أو نطلع طاهي كويس لازم أن ندرس الحاجات دي وندرسها عن فن مع الشيف بتاع المدرسة والمتر بتاع المدرسة عشان نبقى كويسين فيها جدا طبعا دي الهدفة للربح أو اللي هي التجارية نحن بنخش أنا مثلا وأولادي ولا حاجة بنخش نقض على طرابيزة بنطلب المينيو بتاعنا سواء سوفت درينك أو هارد درينك وبنطلب بعض المأكلات تمام بنخلص طرابيزة بتاعتنا بيجي الويتر بيدينا شيك أو ورقة كده يعبارة عن فولدر بلاستيك بنفتح الفولدر نلاقي الشيك جواه الشيك ده بقى فيه مثلا توتل مبلغ مثلا خمسمائة جنيه أو ألف جنيه أو ألفين جنيه بنحاسب عليه كاش أو كريديت فلوس يعني بعد كده بنمشي دي اسمها هادفة للربح أو تجارية دي المطاعم اللي هي إيه التجارية طيب والمينيو بتاعها زي ما احنا شايفين على الشاشة كده بيبقى فيه عبارة عن سلطات وشرب وقسم للسخر ولازم أن يحط فيه المينيو بتاعه شكل الطبق ويكون نفس الشكل الطبق هو المكتوب الكمبونس بتاعه أو المكونات بتاعته في المينيو يعني لو مثلا كابين سمك سوس أناناس يبقى هنحط السمك زائد سوس الأناناس تمام زائد الخضار والعميل لما يبص على الصورة في المينيو بيلاقيها نفس الطبق اللي هو متقدم له على الترابيزة طيب بعد كده بعمليات التغذية الغير هادفة طيب احنا قلنا الغير هادف ده اللي هو مش محقق لأي نسبة ربحة أو أي نسبة فلوس دخلة للمكان لو نراحز هنا من الصورة هنا جايبالي صورة من بعض المستشفيات الموجودة عندنا أو موجودة على ناحية العالم طبعا ده شكل المطعم بتاعنا لو هنلاحز ان هو في بعض الكراسي معمول لها عجل عشان تنقل المرضى وبعض الكراسي ثابتة بالنسبة للمريض اللي هو عنده حاجات بسيطة ممكن يتتحرك ويقعد على كرسي بنفسه دي ما فيهاش خالص مينيو لو هنلاحز على الترابيزات ما فيش كفر يعني فيش شوكة سكينة معلقة الكلام ده كله لان اغلبية الخدمة فيها بتبقى كفر ملفوف يعني ايه كفر ملفوف يعني بنحط الشوكة والسكينة في قلب منديل وبنلفها لفة شيك وبنحطها على الترابيزة لكن ما بقاش فيه الكفر ان احنا اللي احنا بنعمله في المطعم اللي احنا بنحط طبق رستو وبنحط شوكة وسكينة على الشمال وبنحط المعلقة فوق بتاعت الشربة ومعلقة الحلو وطبق 17 اللي هو على جنب بتاع الزبدة والكوباية المية والكاس بتاع الخمور او بتاع العصير تمام والكندل والسولدان بيبر في الملح تمام والنمبر تيبل اللي هو الرقم الترابيزة كل الكلام ده مبقاش موجود لان هو بينزله مينيو معروف ومحدد من قبل المستشفى نفسها او من قبل المعهد او المدرسة اللي هو فيها فبينزل معاه كفر شوكة وسكينة بس وبينزل معاه اللي هو أزاس المية او كاس المية والطبق بتاعه اللي هو المين كورس اللي هو نازل ايه ليه هو شخصية تمام كده وده طبعا بيحاسبش عليه او حاجة هو لو حب يسيب او حاجة للموظف او الناس اللي هي قاعدة معاه بيسيب لكن لو ما حبش دي حاجة ترجع له لكن غير كده مفيش حاجة اسمها يحاسب على الطبق او يحاسب على المشروب اللي هو ايه اخده طيب الصورة اللي بعد كده انواع قوائم الطعام كده احنا نتكلم عن قوائم الطعام يعني ايه قائمة الطعام في الاول احنا نخش اي مطعم تمام قبل ما بنقعد على الترابيزة احيانا بنقعد بنطلب المينيو عشان نبص عليه جرب كده تخش اي مطعم وتقول له سمحت انا عايز اخد المينيو المينيو ده بيبقى فري انت ببص فيه على الاسعار اذا كدت تتناسب معاك ماديا بتبتدي تقعد على المطعم او ما تتناسبش معاك ماديا وانت عايز تطلب الوردر في البيت بتطلبه من البيت وبيجي لك دريفلي من خلال التوصيل السريع وده بيبقى ايه حاجة اسمها قائمة غير محددة وقائمة محددة طبعا احنا عندنا بعض القوائم لازمة ندرسها اللي هي المينيوهات لازمة نعرف المينيو ده شغالين به في اي مطعم مشغالين به في اي فندق وبنحدده على اي اساس ومين اللي بيصنع المينيوهات دي طبعا اللي بيصنع المينيوهات دي او بيبتدي ان هو يتكون طبق او اتنين او تلاتة حلو او يحط ديزرت او يحط قسم سخر في المينيو هو مدير الاغذية والمشروبات بالاضافة للشيف العمومي وبالاضافة لايه متر اوتيل المطعم او مدير البراط عشان يبتديوا يحطوا مينيو للاغذية والمشروبات مع بعض ويقننوه في الوقت واحد طيب اول حاجة قائمة الطعام المحددة احنا عندنا هنا قائمة الطعام المحددة وغالبا ما تستخدم في المعاهد والمدارس والسجون يبقى احنا عندنا هنا عشان ننزل مينيو للمدارس او المعاهد او السجون لازم ننزله ايه قائمة محددة يبقى الاسبوع الاول ده هيبتدي انه هو يوم الحد هيكله سمك يوم الاثنين هيكله فراخ يوم التلات هيكله لحوم لهم القائمة دي بيعرفوا هم هيكلوا ايه من خلال الاسبوع لكن الاصحاب الامراض اللي هي مختلفة ليهم اكل معين زي الخضار المسلوق الكلام ده كله بيبقى ليهم مينيو مختلف عن باقي المستشفيات اللي معاهم بعد كده قائم الطعام الشبه المحددة وتستخدم في البواخر والسفن السياحية حيث يمكن للعميل استبدال صنف من الاباق مكان اخر يبقى احنا عندنا هنا الشبه المحددة بنستخدمها في السفن والبواخر فقط بيبقى فيها قائمة عبارة عن ايتمين ايتم اللي هو نزلة بي اللي هي محددة مثلا سمك لو العميل محبش ياكل سمك مثلا بيبقى الفرايتي التاع هو النوع التاني اللي هو بيأكله لحوم او اسماك هو بيبتدى ان هو يختار بين صنف او صنفين بس لكن مفيش لحوم واسماك ودواجن مفيش انواع مشويات مفيش الفرايتي الكامل بتاع مطعم خمس نجوم لان المطبخ بتاع البواخر بيبقى مطبخ محدود وحجمه صغير ما بيعدش اكتر من صنف ونفس النظام مشيفات اللي جوابه وكمية صغيرة جدا يبتدوا انهم يجهزوا لصنف او صنفين بس فعندنا الشبه محدد بيبقى موجود على البواخر والسفن تمام وبيبتدى ان هو يختار بين صنف او اتنين فقط كده بيانت الرؤية بتاعت الايه الشبه محددة طيب بعد كده العنوان البعدي قوائم الطعام الغير محددة ويحتوي المينيو على عدة اختيارات وغالبا يكون في المطاعم الخمس نجوم او يبقى احنا عندنا هنا المطاعم الخمس نجوم فيها الفرايتي او فيها اصناف اللي احنا عايزينها كلها حد حد بياكل فراخ باربيكيو صاحبه حب بياكل سيفود شربة سيفود التالت حب بياكل شربة عتس حب بياكل حد فيهم حب بياكل سوفت درينك حد حب ياخد هارد درينك هارد درينك سوفت درينك يعني مشروبات غير كحلية هارد درينك يعني مشروبات كحلية كل الكلام ده موجود ومتناول في مطاعم الخمس نجوم يبقى الغير محددة تمام دي بتتكلم عن مطاعم الخمس نجوم وفيها كل أصناف الأكل فيها كل أصناف ايه الأكل لكن الشبه المحددة بتبقى موجودة في الصفن المباخر وبتتكلم عن صنفين بس المحددة بتبقى في المطاعم في المطاعم اللي هي بتاعت ايه المستشفيات والسجون والمعاهل كده عرفنا الثلاث قوائم اللي عندنا عشان الامتحان مهميك جدا اول حاجة المحددة اشيبهم محددة تمام الغير محددة عندنا الثلاث قوائم نعرفهم كويس ونعرف العملة بتاعتهم وانا هسيبكم شوية تنقلوا من على الاسي دي الحاجات بتاعتكم هنا على الشاشة اربعة انواع المطاعم التجارية وتصنفها طبعا احنا هنا عشان نصنف مطعم خمس نجوم من مطعم خمس نجوم لازم ان يكون فيه عدة عوامل عشان نقدر نديله حقية الخمس نجوم او اربع نجوم او تلت نجوم اول حاجة بتحكمنا هي الحجم سواء مطعم كبير او مطعم صغير طبعا احنا عندنا بعض المطاعم الفاستفود ممكن تلاقي فيها حوالي اربع او خمس او عشر ترابيزات بكتير قوي لكن المطاعم الفايف ستارز ممكن تلاقي الكباستي او حجم التشغيل بتاع الترابيزات تلت مئة وستين كورسي يعني حوالي مئة وخمسين ترابيزة او مئة ترابيزة بيقى في حاجة اسمها ستيشن فوق ستيشن علوي ستيشن سوفلي فيها باب فيها بار فيها ريستوران تمام كل الكلام ده طبعا كلمة باب دي ممكن تكون جديدة عليكم اللي هي ترابيزات هاي تيبل ترابيزات طويلة شوية كده عاملة زي كراسي زي ترابيزات البار وعليها كراسي كبيرة تمام ده جزء الوحدي بنسميه الباب زائد ريستوران اللي احنا عارفينه ترابيزات العادية اللي هي بتقى معمولة من الخشب والسوفرة بتاعتها العاملة زي السوفرة بتاعتنا في البيت بس بتبقى مربعة بتاخد اربع كراسي او بتاخد ست كراسي او تمن كراسي بكتير قوي دي الريستوران وفي عندنا طبعا البار وده زمن البار برضو ما يقلش مساحته عن 13 او 14 كرسي عشان يتلقى مع المطعم الخمس نجوم اللي احنا بنقول عليه دلوقت ده طيب الملكية طبعا لو في ملكية لمطعم واحد طبعا ده بيصنف ان هو ثلاث نجوم وعلى حسب برضو توضيبه وعلى حسب الكراسي اللي فيه والكباسة وعدد الكراسي وحسب الدكور اللي هو موجود جواه وبيشيل كام فرض والمينيو اللي هو محطوط جواه وتشغيل الاصطف نفسه ليه يعني ممكن يكون الاصطف لجواه غير مؤهل فياخد ثلاث نجوم لكن لو مؤهل ومقدر السياحة وفنادي والناس كلها معاها شهادات عليا في الفندقة بياخد خمس نجوم على هذا الموضوع بعد كده الادارة نفسها لو ادارة سلسلة مطاعم زي بعض المطاعم في مصر عندنا هنا بتلاقي المطعم ليه سلسلة متوزعة لجميع انحاء الجمهورية ده برضو بيتصنف ان هو خمس نجوم او ثلاث نجوم على حسب الادارة واذا كان هو فاصل فود او خمس نجوم اخر حاجة الموقع اللي هو موجود فيه المكان نفسه سواء في ميدان عام او في شارع جانبي طبعا بيتصنف ان هو ثلاث نجوم او خمس نجوم من خلال ايه الموقع اللي هو فيه اخر حاجة القيمة اللي هي ايه الماني الفلوس نفسه الشيك بتاعها او المينيو بتاعها عامل ازاي طبعا احنا لسه متكلمين عن حتة الفاصل فود ان ممكن تكون دجاجة نفسها يعني السعر بتاعها في الفاصل فود ما بتعداش ال 150 او 200 جنيه لكن في المطاعم بعض المطاعم الخمس نجوم ممكن سعرها يعدي 350 او 400 جنيه على حسب الحاجات اللي نزل معها السلطات والخدمة اللي بتنزل معها من المطعم نفسه والخدمة نفسها اللي هي بيتم انشاءها من خلال الويتر او المدير المطعم والمكان نفسه والدزاين والديكور ده بيفرق كمان وبيفرق كمان في حتة الباركين بتاع السيارات للعميل وبيفرق في حتة المعاملة لاستقبال نفسها بقى في ريسبشن بعد المطاعم الفاصل فود او المطاعم السريعة مبقاش فيها حتة ريسبشن او شخص مهندل ان هو يقابل الناس ويعرفهم بنفسه ويرحب بيهم ويفرش لهم ترابيزة او يقول لهم حضرتك حاجز ترابيزة او لأ ويعرف منه كل الامكانيات دي عشان يبتدي ان هو يقعدوا على ترابيزة الصح بتاعته طبعا حتة الشيك بتفرق كتير جدا في حتة تقييم المطعم من خمس نجوم لثلاث نجوم لفاصل فود هناخد بالنا من بعض الحاجات دي تمام كويس مع بعض العنوان اللي بعد كده هنتكلم اول حاجة عن الحجم وهنصنفهم من حيث الحجم ده تصنيف الفنادق من خمس نجوم لثلاث نجوم يا شباب اول حاجة الحجم تبقى مطاعم صغيرة من عشرة لثلاثين فاكثر يبقى المطاعم الصغيرة من عشرة لثلاثين كرسي فاكثر اكثر حاجة اللي هي ايه ميت كرسي طيب الملكية ممكن تبقى ملكية فردية وممكن تبقى ملكية لتلسلة مطاعم زي ما احنا قلنا يبقى احنا عندنا الحجم اول حاجة من عشرة كراسي لثلاثين كرسي دي المطاعم الفاصل فود والمطاعم الكبيرة من ثلاثين كرسي لميت كرسي اللي هي الخمس نجوم خلينا نكتب مع بعض ونركز مع بعض عندنا في الحجم تصنيف الفنادق او المطاعم بتاعتنا أول حاجة من 10 إلى 30 كرسي دي المطاعم الفاصفود من 30 إلى 100 كرسي دي المطاعم اللي هي إيه الخمس نجوم طيب الملكية عندنا ملكية إما فردية ممكن يبقى شخص واحد هو اللي مالك للمكان وممكن تبقى سلسلة مطاعم هي اللي مالكة أو مجموعة شركة هما اللي عاملين سلسلة المطاعم وهم اللي إيه بيدروها تالت حاجة الإدارة وتدار بواسطة المالك ممكن يكون المالك صاحب المطعم نفسه هو اللي بيدير المكان أو شركة إدارة زي سلاسل المطاعم الموجودة عندها في مصر ممكن تكون في شركة معينة هي اللي بتديرها أو مدير مستقل عن المالك ممكن يكون المدير شايف حد كويس ومؤهل وصاحب خبرة كويسة جدا في إدارة المطعم بتاعه فجاب حد يستعين به في إدارة المكان أو بيأجر المكان بتاعه الحاجة اللي بعد كلها هي عقد إيجار أو بيأجر المكان كله برمته بالكراسي بالأجهزة بالمعدات كلها لحد وهو بيشغل المكان أو حق امتياز لشركات بعض الشركات طب كلمة حق امتياز دي جديدة عليكم وأنا حاس أنها ممكن تبقى صعبة كلمة حق امتياز يعني في بعض الفنادي أو بعض الشركات العالمية بتختار بعض المطاعم إنها هي ممكن تكون في مواقع حلوة جدا تكون خمس نجوم ويبتدي ياخدها من المالك نفسه بياخدها بحاجة اسمها حق امتياز حق امتياز وبيشغالها هو لحسابه مش إيجار اسمها حق امتياز وبيحط عليها اللوجو بتاع المكان بتاعه وبيغير دي زي حاجة بسيطة وبيحط عليها اسم ايه الشرك تمام نيجي بعد كده للموقع رقم اربعة الموقع وبتبقى مطاعم مستقلة مطاعم مستقلة زي اللي موجودة عندنا في الميادين والشوارع دي اسمها مطاعم مستقلة أو مطاعم الفنادي طبعا بعض الفنادي احنا ممكن نخشه جوه ما نكونش عميل فندق او حاجة او حاجة زغرفة وممكن يقعد في المطعم نفسه ياخد اللونش بتاعه ياخد الغداء او ياخد العشرة او ياخد بليك فاست كمان زي ما هو عايز مش شرط انه هو يكون عميل مقيم داخل الفندق عشان يقعد على تربيزة مطاعم الفنادي دي ممكن يكون فيها مطاعم شرقية ممكن يكون فيها مطاعم ايطالية مطاعم فرنسية مطعم بدوي انا عايز اخش جوه واخد الوجبة بتاعت الغداء بتاعي وبعدين امشي تاني مش مش مشكلة لكن احنا في صورتنا كلنا انه لازم نبقى عميل الفندق او حاجز غرفة ليلتين ثلاثة ومقيم في الفندق عشان ياكل في المطعم نفسه لا انت ممكن تخش الفندق بغرض ان انت تتعشى تتغدى تفطر وتاخد بعضك وتمشي تاني وتحاسب على الشيك وخلاص دي اسمها مطاعم الايه الفنادق بعد كده مطاعم وسائل السفر طبعا احنا عندنا في المطارات في مطاعم عندنا في كل مواقف او ميادين اللي ها بتسافر منها الباصلات الكبيرة في مطاعم وفي ايه قعات مطاعم سريعة دي اسمها مطاعم ايه السفر بعد كده خمسة رقم خمسة قيمة الشيك طبعا عندنا حاجة اسمها فاست فود لها يقولن عليها دي بتصنف اللي هي المطاعم للثلاثة نجوم او النجمتين اللي هي بتاقة منخفضة يبقى اول حاجة قيمة الشيك منخفضة المطاعم اللي هي اسمها digest food المطاعم اللي احنا قولنا ال بيبيع السندوتشات السريعة اسمها fast food اسمها مطاعم fast food او متوسطها كايه مطاعم الاسماك واللحوم طبعا هدنا مطاعم الاسماك واللحوم دي الطبق اللي ممكن ايه متوسطة الشيك بتاعها ما يتعداش ايه الربعمائة جنيه خمسمائة جنيه بالنسبة للفرض او مرتفعة خمس نجوم اه دي اللي هي فايف ستارز اللي احنا قلنا عليها ايه فيها باب ومطعم وبار اه دي اسمها خمس نجوم تبقى الشيك بتاعها مرتفع شباية احنا عندنا ايه تلات اه تصنيفات لقيمة الشيك او السعر بتاعي او الحاجة المنخفضة اللي يلفز تفود او متوسطة زي الاسماك واللحوم او مرتفعة زي الخمس نجوم عندنا ايه ثلاث تصنيفات نحفزهم كويس بعد كده خدمة الغرف بنتكلم اول حاجة عن خدمة الغرف وقد كانت في العصور القديمة تسبب المشاكل لعدم التعامل المباشر مع الخادم طبعا الخادم ده اللي هو انت بتتصل بيه عشان ياخد الوردر بتاعك فتطورت الى ان تم التعديل المينيو مرقم طبق برقم والاسماك والاسم معدل السمع الخطأ طب يعني ايه الكلام ده احنا هنا نركز مع بعض كويس جدا في النقطة دي خدمة الغرف الاول قديما كانت بيحصل فيها مشاكل اكترا جدا لان العميل بيبقى في غرفة بتاعته بيتصل بالنيادل او الويتر او اللي موجود على التليفون بيقوله لو سمحت انا عايز اردر تشيكين بربكيو تمام فممكن كلمة تشيكين بربكيو ما اسمعهاش الويتر كويس تمام ويجيب له مثلا ايه لحمة بربكيو طيب كده بتسبب لي مشكلة ان العميل بيديه لما يلاقي حاجة غير الحاجة طلعه وبتدي ان هو يرجع الوردر وبيتخسم على الويتر نفسه اللي هو جابه او سمع المكالمة فكاد بتحصل مشاكل كتيرا جدا وورا الموضوع ده يبتدوا ان هما يعدلوا في المينيو نفسه اللي هو قائمة الطعام ويخل كل مينيو مراقم يعني الشرب لو شربة بصل تبقى رقم واحد شربة شربة سيفود تبقى رقم اثنين شربة عدس رقم ثلاثة فلما العميل يحتاج شربة عدس يقوله رقم كام يقوله رقم ثلاثة كده واضحة جدا في التليفون حتى لو حاب بيأكد عليه وفعلا بالفعل هو بيأكد على الوردر يقولي الوافندم حردك اول حاجة طلبت رقم ثلاثة في الشرب يقوله اه اه فعلا حاجة طلبت رقم خمسة في الماكولات الساخنة يقوله اه فعلا حاجة طلبت في الابتايزر رقم ثلاثة فكده ما اصبح انه فيش ايه مشاكل او فيه تغيير للوردر نفسه او الطبق اللي طالع للعميل وبالتالي ما بقاش فيه مرتجع او بنحاسب عليه من خلال الفندق نفسه او بيفرد علي كست او تكلفها عالية وحل المشكلة دي مع العملة وانبتدت الناس استريح في ايه في خدمة الغرف طيب بعد كده خدمة الحفلات والمؤتمرات وتعتمد هذه الخدمة على تقديم الطلبات في انا واحد حيث كانت بوفي او اصناف متفق عليها يعني ايه الكلام ده احنا الوقتي لو احنا حضرنا اه حفل زفاف او عيد ميلاد او اه اجتماع لشركة ما او او حفلة لشركة او اه تقديم منتج معين لبعض الشركات او اجتماع بيتم فيه عمل اه وقبة زي الغداء اسمه غداء عمل تمام لازما كل الناس اللي قاعدة بينزلهم صنف واحد كل الناس اللي قاعدة بينزلها ايه صنف واحد حتى لو ما كانش متفق عليه سيت مينيو يعني قائمة محددة للحفلة دي دي في الوقت ده بنسميها قائمة ايه محددة لاني بتنزل للناس كلها طبق واحد صنف واحد حتى الشرب حتى السلطات حتى الدرينكات ممكن يكون فيه تفاوت في الدرينكات بس اللي عايز يشرب عصير ويشرب ايه اه سوفت درينك حاجة ساعة تمام دي ممكن يكون فيها تفاوت لكن الحاجة الوحيدة اللي متفق عليها اللي هي المينيو بتاع المأكلات بينزل واحد طيب ونفس النظران برضو بيطبق لو فيه حفلة وفيها اوبم فيه كل الناس بتاكل اصناف معينة متفق عليها من مؤسس الحفلة او اه الروعي الرسمي للحفلة نفسها مع ادارة الفوندو يبقى احنا كده عندنا ايه حاجتين يا اما بوفيه يا اما ايه سيت مينيو بينزل عالترابيزة للعمل نفسها كلها طبق واحد وشكل واحد ومتغيرش ايه مكان طبعا ممكن هنا العميل نفسه او صاحب الحفلة يميز اه ترابيزة في اي بي دي حاجة ترجع له هو طبعا وبيخلي الناس اللي شغال على الكلام ده ما بتاخدش بالها او بعض العمل ما بتاخدش بالها انهم ما نزلوا طبق مختلفة للناس التانية وهو شال الترابيزات او هو شال التري او الصينية ما بيوضحش الناس الثانية انه هو شال الاصناف ايه مختلفة بعد كده دور المطبخ الحديث في الفنادق الكبرى والمطاعم التجارية طبعا احنا هنا ايه حددنا المطابخ الحديثة انها بتساعدني ايه حتة الوردر السريع على التابلت بيوفر لي وقت وكست في الورق كتير جدا وبعرف من خلال الجرد بتاعي اذا كان المطعم بيكسب او بيخسر او فيه نسبة هالك او فيه نسبة اهضار للمواد الخام يعني المأكلات اللي انا بشتغل بيها فده بيسهل لي الموضوع ده طبعا اول حاجة هنتكلم عنها في الموضوعنا النهاردة اللي هو القائمة اللي هو المينيو ده شكل المينيو بتاعنا بالنسبة لو مطاعم فاست فود نبص عليه كده مع بعض المينيو مكتوب عليه من فوق كلمة فاست فود مينيو لو هنلاحظ ان بعض الساندويتش اللي موجود هتلاقيه ساندويتشها السريعة لكن ما فيش حاجة بنستخدم فيها شوكة وسكينة هو بعض الساندويتش بقيمة موجود وعليه ورقة طبعا او منديل عشان تمسكوا بيها وبتدي تتناول حاجة بتاعتك وفيه فورم فريتس وفيه حتى الكنز اللي نزلة بتنزل في ايه في كوباية بلاستيك ما بتنزلش في كوباية هايبول او ووتر دوبليك تمام ومعها تلج لا هي بتنزل في كوباية بلاستيك بالتلج بتاعها بشالمو دي حاجة اسمها مأكلات سريعة او فاست فود يبقى احنا نحفظ لنا شكل المينيو بتاعنا اول حاجة في القائمة الاولانية كده كلمة فاست فود يعني مأكلات سريعة تمام بعد كده ده المينيو بتاعنا اللي هو بتاع الخمس نجوم هنلاحظ فيه طبعا اجاب لك ورقة واحدة من قلب المينيو هنا فيها بس ايه السرطات والشرب لكن في المينيو ده بيبقى كذا صفحة بيبقى صفحة للأبيتايزر اللي هي فواتح الشهية وصفحة للشرب وصفحة للسخر وصفحة للحوم وصفحة للأسماك طبعا احنا هنا جايبين صفحة واحدة عشان تعرف الشكل بتاعها هعمل ازاي لكن الفاست فود بيبقى ورقة واحدة لانه هو كبير واوي عنده خمس اصناف او عشر اصناف بيبيعهم لكن خمس نجوم بيبقى بيخش مثلا بحوالي اربعين صنف بالنسبة للسخر وممكن الشراء بتخش في حوالي خمس اصناف السوفت درينك او الحاجات اللي هي الغير كحولية ممكن تبقى حوالي عشرين صنف بالعصير بكوكتيلات ممكن خمور تخش في ثلاثمائة وخمسين صنف سوري اه بقى الموضوع كبير شوية في المطاعم الخمس نجوم بيبقى مني بتاعها بيبقى كزا ورقة عامل زي الفولدر او الفايل او كراسة اللي هي فيها اه كزا ورقة بعد كده نوع المنشأة او المؤسسة ده بتفرق معنا برضو في التصنيف رقم الف مطابخ الفناديق عندناك مطابخ الفناديق ده الشكل بتاعنا هو لو مطبخ خمس نجوم لازم ان يكون الدزاين بتاعه زي ما احنا شايفين اول حاجة من راعي موضوع التهوية لازم ان يكون فيه جريلية اتشافت الهواء لازم ان يكون فيه الميزان بلاس بتاع العدة زي ما احنا شايفين على قدين الشمال كده طبعا مهم جدا ان انت تعمل زيارة للمطبخ بتاعك داخل المدرسة عشان تعرف فيها ايه هو الميزان بلاس يعني التجهيزات الاولية لقسم المطبخ طبعا احنا الشيف عندنا عشان يبدأ الشيفت بتاعه ويبتدي ان هو يعد بعض الماكلات لازم ان يكون فيه حوالي 10 او 15 نوع من انواع اللباء والاكواب موجودة قدامه طبعا الاباء دي فيه منها طبعا احنا عايزين نعرف طبعا الرستو او طبعا المين كورس اللي هو طبعا الرئيسي بينزل فيه اللحوم ايه طبعا ده طبعا بعبارة عن 22 كتر بتاعه 22 سنتي وفيه بعض اللباء 17 سنتي دي بيتم فيها خدمة السلطات والفواتح الشهية وبعض اللباء بتبقى عبارة عن اسم بولة بتحطي فيها الشربة والغرف بتاعها وفيه بعض الشوك والسكاكين تخص اللحوم وبعض السكاكين والشوك تخص اكل الاسماك وبعض المعالي تخص الحلو وبعض المعالي تخص الشرب طبعا كل الكلام ده موجود عندنا في كل مدرسة فندوقية لازم ان نخش ونتعرف عليه ونكلم المتر ونكلم الشيف عشان يورينا العدة بتاعتنا وورينا شكلها عامل ازاي ونبتد ان احنا نمسكها ونعرف كمان طريقة السيرفيز بتاعتها عامل ازاي لو امكن نعرف طريقة التلميع بتاعتها عامل ازاي لو امكن نعرف الاجهزة اللي موجودة داخل المطبخ طبعا المطبخ ده بتاعك لحد ما ان شاء الله تتخرج وتبقى شيف فندوق تاني فالمفروض ان انت تعرف انواع الاجهزة وانواع التقطعات كويس عشان تبقى ملم بكل حاجة داخل المطبخ بتاعت بعد كده ان شاء الله في الحصة الجاية او الدرس الجاية والمحاضرة الجاية هنكمل مع بعض تصنيف الفنادق من درجة أولى لتانية لدخلتها أو لخمس نجوم إن شاء الله وبالتوفيق لكم وشكرا وللقاء